السلام عليكم أخوتي تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب بلا منسى وخوتنا اللي في الغربة سنتحدث عن فيديو قصير فقط على تعيين الماجيك مجيد بوغرة في منصب مدرب المنتخب المحلي مجيد بوغرة يستهل كل خير مجيد بوغرة كفاءة وطنية مجيد بوغرة لاعب دولي سابق وفرح كل الجزائريين مجيد بوغرة نعمة اللاعب الخلوق اللاعب الرازين اللاعب المحترف المؤدب يعني كل مواصفات اللاعب الخلوق المحترف تتوفر فيه صحيح أنه ما عندهش خبرة كبيرة من ناحية التدريب لكن اكتسبها وعنده شهادات مقبولة الشيء الآخر تعيين مجيد بوغرة تمنيته يكون في منتخب أقل من 20 سنة ولا أقل من 21 سنة ولا أقل من 19 سنة لأن المنتخبات هذه مزالت عندها منافسات أفريقية ومجيد بوغرة يسهل أيضا ملاتب كبيرة نحن نقص من قيمة مجيد بوغرة لكن كيف يتم تعيين مدرب والمنتخب مقصع ما عدنا ولا مشاركة مع المنتخب المحلي إلا بغيت مجيد بوغرة تعينه عينه في المنتخبات الشبانية منتخب أقل من 20 سنة يكمل يخدم به إلى غاية الاستحقاقات القادمة نكونه منتخب شاب محلي دكار معليش ما باش تعين مجيد بوغرة في المنتخب المحلي ما عدناش بطولة محترفة أتب معنا الكلمة عدنا بطولة منحرفة وهذا يعرفها العام والخاص منتخب مقصع ما عدناش مستوى لاعبين جيدين في البطولة المحلية يعرفها العام والخاص أنا نشوف باللي هذا تعين مجرد مناورة اسكيت بعض الناس اسكيت بعض الجيهات ياسيزة شي باش تسكت الناس ما تسكتهمش بتعيينات عشوائية صحيح ما جيد بوغرة على العين والرأس كفاءة وطنية والسهل كل خير نقلناها ونعودوها ونتمنيت ان مجيد بوغرة يكون معاه جمل بالماضي ولو حتى مساعد معليش لكن تعينوا كمنصب في المنتخب المحلي ولا مدرب في المنتخب المحلي في المنتخب أصلا مقصع أصلا مكانش منافسة أصلا جامي سرات في أي اتحادية في العالم تعين مدرب ومنتخب مكانش مكانش مشاركة أصلا لو حبيت مجيد بوغرة صح تكرموا يا سيزة شي تعطيه لكاتيجوري تعليجان تعطيه منتخب أقل من عشرين سناء وخليه يخدم لأنك عارف لو يجي مجيد بوغرة منتخب أقل من عشرين سناء ولا أقل من واحد وعشرين سناء لجوار انتغك ما عادوش يتبعو هذه الحقيقة إذن يا سيزة شي وجمعتك ما تغطيهش الشمس بالغربال ما يجيد بوغرة على العين وعلى الرأس ما يجيد بوغرة يستهل منتخب الأول كمساعد ولا مع الطاقة من الفني مع جمال بالماضي باش يزيد يحتكب مع جبال بالماضي ويكتسب خبرة مع جبال بالماضي شيء ممتاز لكن باش يجيبه في منتخب محلي وإحنا مقصيين ما عدنا ولا مجاركة إذن يا سيزة شيء ما الأحسن تخليه في الإيكيب منتاع الإيفانتيا ولا الإيفان لأنك عارف لو يجي مجيد بوغرة في المنتخب أقل من عشرين سناء ولا واحد وعشرين سناء لجوار انتعلم مصية ما يتبعوش وهذه الحقيقة مناورة فاشي لا أتم معنى الكلمة مناورة ما عندها حتى غرض يعني ما عندها حتى هدف حبيت سكت الناس مش بالطريقة هذه يا سيزة شيء سكت الناس بالعمل سكت الناس ولا سكت منتقديك يا سيزة شيء بالعمل بالاحترافية ما هوش يديروا بيانة على سيء وإنسان ما خمسش معه مساعد انتعك في البيروفيدرال وتخسروا ثلاثين مليار من درام الشعب في الكاراز الخردة ما دلت ولا بيان ما بينتوش للشعب الحقيقة حتى انت كشفت من بعض الصحفيين وطردقت هذه العمل لا سيزة شيء هذا هو العمل لعينك تخدم هذا هو العمل ما هوش العمل انك تسكت الناس تجيب لهم عاية حتى ستعلينها عاية نجبنا لكم بوقرة ستعلينها أخلا لا 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 يا أخي ما هوش عمل هذا احترافي حبيت تعاون بوقرة خليه في الإيفان ولا في الإيفان وعطيها المنتخب وعطيه كل الصلاحيات وخليه يطلع بالمنتخب هذا كان يولي منتخب محلي معلش يطلع من الإيفان حتى الإيفان تايو يطلع يطلع إيفان ترواه يولي محلي مش مشكل بس صح باش تسكتو تعطيه المحلي لا أركي شغل أعطيتو قنبلة موقوتة لا هذا تصرف الهدف منه انه مجرد مناورة باش تسكت الناس عليك ويجيب بعض المؤيدين ليك باش تتكمل في العهداء الثانية اللي فيش اللي يروح يا عميزة شي والإحديث قياس فلا خير خبتم ملاقاتنا مع مزمن الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته